النهاردة الحقيقة مجلس الوزراء استعرض العديد من الموضوعات المهمة جدا ولكن اسمحوا لي يمكن أبدأ بأن النهاردة المجلس الحقيقة استعرض توجيهات فخامة الرئيس في موضوع الحبس الاحتياطي وده شيء كان شديد الأهمية في إطار حرص الدولة المصرية على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني فالحقيقة يمكن احنا توجيه سيادة الرئيس بأن احنا كل التوصيات اللي وردت من مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن موضوع الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة الحقيقة يعني النهاردة نقشنا هذا الموضوع وتم التوافق على سرعة انهاء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بحيث يبقى جاهز فورا بالتنسيق مع التوصيات اللي تمت من خلال مجلس أمناء الحوار الوطني ان احنا يتم اعداد التعديلات اللازمة في تحقيق هذا الهدف المهم جدا وسرعة ارسالها ان شاء الله لمجلس النواب بحيث يكون من أوائل الموضوعات اللي يتم ان شاء الله منقشتها داخل مجلس النواب فور بدء الفصل التشريعي واعتقد هذه الخطوة هي خطوة شديدة الاهمية في اطار زي ما قلت لحضراتكم يعني ايمان الدولة المصرية بموضوع حقوق الانسان وتفعيل الاستراتيجية للدولة المصرية حريصة كل الحرص انها تفعلها في خلال الفترة القادمة الخاصة بحقوق الانسان ترجمة نانسي قنقر